وحياته ودنيته ونازه وشل سلاحه وفوق كتابه وعلمه وفوق رأسه وفع الزنار الشمس وفع الزصيام كان على الخطوة واقفه وجاهز للشهادة الله أكبر لما قالها الكل قام وزلزلت الأرض من صوت البيادة دشت عمره ما سبعته وقت الولاده وما دعش حق شهيد قدر كله فعاده شعب مصر الحر عقيم وما خافه على الدار واسألوه كل اللي خافه جنودنا رجالة وفع الزنار الشمس وفع الزصيام كان على الخطوة واقفه وجاهز للشهادة الله أكبر لما قالها الكل قام وزلزلت الأرض من صوت البيادة ربنا يحميكم عايز أتكلم على موضوعنا في آخر حلقة مبارح كلمتي فيه بس هو محتاج أن احنا أفتحه تاني ألا وهو موضوع اللجان في اللجان اللي هي بتتشكل في مجلس النواب أفهم من المجلس النواب عنده لجنة اللي كان عامل لجنة واحدة للمجلس السابق أو في مجلس الشعب السابق كتلجنة واحدة بتضم الثقافة والإعلام والأطهار كتلجنة واحدة أفهم أن أنا أسمهم لأن كل يعني الثقافة الوحدة محتاجة فعلا لجنة محتاجة فعلا لجنة والإعلام لوحده محتاج فعلا لجنة في مجلس النواب يتابعه ويتابع أعماله ويتابع مشاكله ويتابع الأزمة فيه ده الصحافة عندنا بتوري أزمة كبيرة جدا للصحافة القومية والصحافة الخاصة والأثار محتاج لجنة لأن احنا عندنا حوادي كتير محتاجين ده إنما فجأت إن أنا المسألة إن هناك أصوات بتنادي أو المسألة مشية إن أنا عايز أخلق الليجان بأي طريقة ونزود عدد الليجان عشان نرى دي أكبر عدد من النواب هنا بقى الوقفة لأن ما ينفعش يعني مثلا من ضمن الحالات اللي تقالت وأنا بحذر من ده وبقول أنا معا لا خلي بالكم ما ينفعش الشباب والرياضة أن أنا أقسمهم مثلا عايزين أقسمهم الشباب لوحدية والرياضة لوحدية ما ينفعش دي بقى لجنة ودي لجنة لأن أصلا ببساطة شديدة جدا ما فيش شباب ما فيش شاب قادر على إحماية هذا الوطن بدون رياضة ولا فيه رياضة ممكن أرتقي بيها ويبقى بقدر نفس العالم بيها بدون شاب اللي تنموا التسقيين ده نزق واحد ده نزق واحد ونهل عملة واحدة الشباب والرياضة ما ينفعش يتقسمه وإذا كان الأمر إسمه بإسمه لا إسمه بقى التربية والتعليم خلي التربية في أمه والتعليم في أمه بقى وخلينا بقى نهزر بقى وخليها نلغوص بقى في الكلام ده كله يعني الشباب والرياضة كفاية وبعدنا النهاردة عايزين نتفق بس عايزين نتفق الإخوة في فجلس شعب وعلى فكرة علشان الحملة المعمولة على مجلس الشعب فيه شخصيات محترمة 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 كبيرة جدا 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 في خصوصات كثيرة جدا وموينفعش فكرة التعميم إنما الهاجمة الشرسة اللي معمولة على مجلس الشعب معمولة كان علشان التأثير على فكرة القوانين اللي جاي وده معمولة برضه من نفس المجموعة اللي أي حاجة يخرب فيها آه ممكن يبقى فيه تلوزات ممكن يكون 600 لما بتعادوا مع بعض والأهل من 600 بيقعدوا مع بعض الأول مرة وكلام ده كله ممكن يحصل ده ممكن لما يقعد 17 سنة حد يعمل أي وارد وفي أي حتة وارد لما تحط 600 شخص أو 500 شخص وارد حيبا فيهم ناس مش حيبا زال كل فما ينفعش إن أنا أخد سيئة صغيرة أخليات عم وإن إحنا نضرب في مجلس النواب بالعكس أنا إذا كان في حالة غلطة ونساعدهم عشان ما يعملوش ده لأن ده مجلس نوابنا ووجهتنا ونواب شعبنا إنما الهاجمة معمولة الغرض وواضح وباين بالإضافة باللهجوم للإخوان والكلام ده كل وكل يعني على الموضوع ده أنا بقى في الموضوع أتمنى في مجلس النواب لما تيري لجنة الشباب والرادة اللي دي أتمنى من لجنة الشباب والرادة الحقيقة إن هي تبتدي يعني تحاول بقى إن هي تعملنا اللي ما تعملش خلال السنين الطويلة اللي فاتت دي كلها لابد إن إحنا من أول تاني نبتدي نشوف إيه مطلبنا لما تقول لشباب والرياضة إيه الشباب أنا الشباب في حتي لابد لابد ده حتمي ده الدستور قال إن ممارسة الرياضة اللي ممارسة ده حق لكل مواطن ده لازم ده حتمي وبعدين هو مش حق يعني حيمرسها عشان يعني في كانوع من الرفاهية أو كانوع يعني من الولايات الاجتماعية لأ ده حق نمارسها لأنه ده رزق أهم من العمل هو بالرياضة هو يقدر ينفذ العمل بتاعه إذا كان عامل ولا مهندس ولا في أي حاجة حيقدر يقوم بعمله حيقدر يقوم بالوجبات بتاعته بممارسة الرياضة وعشان كده لازم الأول نفهم ونفهم الآخرين إن الرياضة مش الكورة الرياضة مش البسكت والفل لا 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 ده حالة اسمها رياضة البطولة ورياضة المنافسة الرياضة اللي الدستور تكلم عنها واللي الرئيس قال عليها إن أمن قومي اللي هي الإنسان المصري الشاب المصري الطفل المصري لابد أن يمارس أي نشاط بدني ليه؟ عشان لياقة بدنية عشان لياقة صحية عشان لياقة نفسية وبالثلاثة دول حيبوا مواطن صالح يقدر قادر على الإنتاج حيقدر وإنتاجيته كبيرة قادر على الاندماج في المجتمع ما باش واخد ركن لوحده ومديني عفاه لا إحنا عايزين نشوف وشه وناخد إحنا يعني يعني لازم يأينتن معانا قادر إنه هو واحد سوي الرياضة والنشاط البدني ده اللي بنكلم عليه ده أفضل وقاية من أمراض العصر حضراتكم عارفين طبعا أمراض العصر الاكتئاب الإدمان التطرف هم الثلاثة دولا وإحنا لما نشوف الفترة اللي خمس سنين دول اللي فاتوا أو إغراق مصر خلال الأربع سنين وثلاث سنين اللي كان فيها حالة فوضة شديدة جدا بالمخدرات مع السلاح طبعا فالنهار ده احنا عندنا عاملنا مشكلة كبيرة جدا الله يكون فعونه دكتور عمرو أثمان مدير صندوق الإدمان الله يكون فعونه ولابد الموضوع ده يبقى موضوع رأي عام وموضوع مهم جدا الموضوعنا كلنا لأن احنا عندنا كارسة في هذا الموضوع أكتر حالة كانت اللي هي حاقة الصد الأول الرياضة فمن هذا المفهوم يبقى لازم أنا النهار ده لجنة الشباب والرياضة المثيلي إن أنا محتالين آلاف مساحات الأرض الفاضية الصغيرة التي تتيح لكل طفل وكل شاب أن يمارس أي نشاط لأنه لما حيمارس النشاط عنده طاقة حيطلحها قدامنا وقدام عينينا لو ما عملتوش هيخدوه تحت السلم بقى في زاوية يشحنه يبقى متطرف ياخدوه في حتة تانية ياخد حقر وترمضول راح مني في ستين ده الموضوع وإذا عرفنا طبعا ولازم نكون عارفين 90% على الأقل من شباب مصر وأطفال مصر لا يمارسونا أي نشاط لأنه ما فيش أرض ده الجزء الأولاني كفاية علينا في السنين الطويلة اللي فاتت تصورنا إن الشباب إن الشباب حاطينه مع الرياضة إنه نوفر له ما ألعب لا ده نز إنما أنا عند الشباب النهاردة بالوضع اللي أنا فيه اللي بيمثل ستين في المية من بلدنا دي هذا الشباب النهاردة بيواجه مشاكل بطالة بيواجه مشاكل إدمان بيواجه مشاكل كثيرة جدا وإذا النهاردة من يتصدى للعمل في هذا في اللجنة دي أو اللجنة دي تم مفهمها للشباب لا ده أنا عايز النهاردة أفكار إن أنا لأنه مش مشكلة بتاعت وزير الشباب والرياضة ده المشكلة دي داخل فيها إسكان وداخل فيها تخطيط وداخل فيها قوة عاملة وداخل فيها حينات كتير مدد عايزين كيف النهاردة والتعليم لأن أنا نهاردة حتى إزاي النهاردة عندي عشرات الألاف وربما يصل الأمر مليون أو أكتر ناس ما بتشتغلتش ومعاها شاهدات ما لهاش مكان في سوق العمل كيف نتصرف مع هذه المشكلة دي مشكلة تلنة الشباب والرياضة إزاي أنا عايز عقليات مشكلة اقتصادية عايز حد يكون بيفكر كده في المسألة كيف أوفر لهؤلاء إن أنا النهاردة حغيرله أنا حغير كل في التفكير بتاعي حغير كل المفاهيم بتاعتي أنا الشباب عايز إيه فالمسألة مش منه عايز إنه عايز يلحب ولا لا لا المسألة مش كده بس ده الرياضة ده نزق إساسي زي ما بيشم بتنفس هوى كده الرياضة زي الهوى بالضبط بالنسبة ليه وعليه أنه مرسل ده موضوع ما فيهوش نقاش ده عشان صحيطه طوبة كويسة عشان إنتاجه بأعلى عشان حدك كتير جدا إنما الأهم من دلوقتي في المشكلة اللي إحنا فيها وإحنا بنتكلم على لجنة للشباب والرياضة في مجلس النواب اللي إيه هتقدر تدفع الحكومة اللي يتنفس العايزة عايزين نشوف حل فبسرعة هم حيبتد بيدرسوا هذه المسائل أنا النهاردة عندي عداد هائلة هلنعمل النهاردة البرنامج لنهاردة أنا أبتدي أعلم الشهاباب مهاراته الأخرى لتخصصاته الأخرى يقدر يتعلم فيها بحيث يلاقي مكان في سوق العمل أنا النهاردة كنت بكلم سيد رئيس مجلس إدارة المهان تسبوع محسن في مجلس إدارة المقولين العرب لما بيكلم بقول لي إحنا فيه معداتنا يالنا إحنا بنتخاطف اللذين بمعدات تتشتغل حجاب بالكمبيوتر وحجاب كتير مش عارف إيه الشركات الكبيرة بتخطف الناس فالمجال حتى في الشغل مش اللي هي المهارات الحاجات المهن اللي هي تقليدية اللي هي نقاشة وقربة لا 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 فيه مهان كتير بددا محت Goblin محتاجين الشباب يروح عليها ويقدر يتعلمها وعندنا مجالكس تدريب قوات المسلحة في أمريكس تدريب المقولين العرب في أمريكس تدريب قناة السويس في أمريكس تدريب الهيئة العربية التي تصلها في أمريكس تدريب نلحق بصرع لشغلة لأن تشيبه بو رياضة